بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الفيديو ده نستعرض عليكم الدليل الشامل لكل المميزات والاختلافات والتغيرات الجديدة اللي طراحتها مايكروسوفت بشكل نهائي وأساسي في تحديس ويندوز 11 الجديد تحديس الميزات الجديد أو التحديس السنوي الجديد الإصدار 22 H2 لعام 2022 أول تحديس ميزات جديد لويندوز 11 منذ أن تم إطلاق الإصدار الأول في أكتوبر 2021 كل الرابط والشرحات اللازمة عن هذا الإصدار الجديد 22 H2 من حيث التحميل الأيزو من الموقع الرسمي أو التركية للأجهزة المدعومة أو الغير مدعومة أو التحقق من متطلبات الأجهزة لتشغيل ويندوز 11 كل هذه الأمور هتكون موجودة أسفل الفيديو أولا نبدأ باستعراض التغيرات والاختلافات أو الميزات الجيدة اللي تم إضافتها في عناصر وجهة المستخدم قائمة إبدأ وشريط المهام ومركز الإشعارات والإعدادات السريعة أولا بالنسبة لقائمة إبدأ دلوقتي أصبح عندك القدرة أنك تنشئ مجلدات لتطبيقاتك المميزة أو المفضلة في قائمة إبدأ كل ما هناك أنك بتسحب التطبيقات على بعضها زي ما أنتم شايفين كده وتقدر أنك تنشئ مجلد يحتوي على تطبيقاتك المفضلة وتقدر من خلال الضغط على المجلد أنك تسمي هذا المجلد باسم لتمييزه عن باقي المجلدات أو باقي التطبيقات بما في ذلك لو أنك حبيت تستخرج أي تطبيق خارج هذا المجلد كل ما هناك أنك بتسحبه في قائمة إبدأ وبيتم إرجاعه مرة أخرى في قائمة إبدأ بما في ذلك تم إضافة القدرة على تقليل مساحة التطبيقات المسبتة في قائمة إبدأ أو تقليل العناصر الموصة بها في قائمة إبدأ من خلال الضغط كليك يمين في قائمة إبدأ بتلاقي فيه عندك خيار جديد تم إضافته بتضغط عليه بيحوالك مباشرة إلى إعدادات قائمة إستارت في تطبيق الإعدادات بتلاقي عندك سلاس اختيارات تقدر أنك تستعرض بهم قائمة إبدأ أولا الخيار الأول إن التطبيقات المسبتة في قائمة إبدأ تكون أكثر على حساب تقليل العناصر الموصة بها الخيار الثاني وده طبعا الافتراضي أن العناصر الموصة بها تكون أد التطبيقات المسبتة في قائمة إبدأ والخيار الأخير أن العناصر الموصة بها اللي بتكون في الأسفل دي تكون أكتر من التطبيقات المسبتة طبعا بتقدر انك تختار من هنا الخيار المناسب لك على سبيل المثال زيادة حجم التطبيقات المثبتة على حساب تقليل العناصر الموصة بها ايضا تم اضافة خيار جديد لتسهيل الوصول بشكل سريع من قائمة ابدأ الى اعدادات تسجيل الدخول داخل تطبيق الاعدادات بالضغط هنا على ايكونة الباور او قائمة خيارات الطاقة فاتلاقي عندك خيار جديد تم اضافته لسان اين اوبشن بالضغط عليه مباشرة هيحولك الى قائمة تسجيل الدخول او اعدادات وخيارات تسجيل الدخول لتغيير مثلا على سبيل المثال الباسورد او رمز البن او اضافة او اعداد اي خيار متعلق باعدادات تسجيل الدخول التغير التالي في هذا التحديث بالنسبة لشريط المهام فتم ارجاع خاصية السحب والافلات على شريط المهام تسبيت تطبيقات على شريط المهام او سحب ملفات داخل اي برامج مفتوحة في شريط المهام تم ارجاع هذه الخاصية بشكل رسمي في هذا الاصدار اتنين وعشرين اتش اتنين على سبيل المثال لو في عندك اي تطبيقات لها شورط قط على سطح المكتب تقدر انك دلوقتي تسحبها وتثبتها عندك بكل بساطة على شريط المهام بنفس الكيفية ايضا لو عندك اي تطبيقات موجودة داخل قائمة ابدأ تقدر انك تسحبها من خلال قائمة ابدأ وتثبتها على شريط المهام ولكن خد بالك لا يمكن تسحب التطبيقات من خلال القائمة الرئيسية لقائمة ابدأ يعني على سبيل المثال لو اني عايز اثبت هذا التطبيق من خلال القائمة الرئيسية فزي ما انتم شايفين مش هيتم تثبيته عشان انك تثبيت اي تطبيقات من خلال قائمة ابدأ لازم انك تفتح كل التطبيقات بعد ذلك تشوف التطبيق اللي انت محتاج انك تثبيته وتسحبه من هنا وبكل بساطة هيتم تثبيته معاك على شريط المهام كذلك الحال بالنسبة للملفات لو في عندك اي من تطبيقات تحرير الفيديو او تحرير الصور وما الى ذلك من هذه التطبيقات تقدر دلوقتي انك تعمل سحب وافلات للملفات داخل اي تطبيق على سبيل المثال هذه الصورة تقدر انك تسحبه بكل بساطة الى اي تطبيق انت بتستخدمه على شريط المهام ويتم فتحه بكل بساطة تقدر انك تعمل افلات لهذه الصورة كذلك الحال لو انك عايز تعمل نسخ لصورة او ملف على سطح المكتب فتقدر انك تسحبه بالمرور الى الزاوية اليسرى لشريط المهام فيتم ايضا تصغير اي شيء مفتوح وتقدر انك تعمل افلات الملف بتاعك على سطح المكتب فتم ارجاع خاصية السحب والافلات بشكل كامل على ويندوز 11 ولكن في هذا الاصدار 22H2 ودي احدى الميزات اللي كانت مفقودة في التحديث الاول او في الاصدار الاول من ويندوز 11 ايضا دلوقتي اصبح عندك القدرة من خلال عجلة الموس بالمرور على ايقونة الصوت على شريط المهام فقط من خلال عجلة الموس تقدر انك تعمل تعليق للصوت او تعمل خفض للصوت باستخدام عجلة الموس دون الحاجة الى فتح قائمة الاعدادات السريعة لتعليق او خفض الصوت فقط من خلال شريط المهام بتمرر بعجلة الموس بتقدر انك تعليق الصوت او تعمل خفض الى الصوت أيضا تم إدخال تحسينات وعادة تصميم جديدة على بطاقة عرض مستشعرات الأجهزة عندما تستخدم أزرار خفض أو رفع الصوت أو كاتم الصوت أو أزرار التحكم في سطوع الشاشة وما إلى ذلك من هذه الأزرار أصبحت هذه البطاقة ذات تصميم جديد الشفافية الزوايا الدائرية وبتظهر بشكل أفقي على شريط المهام بدلا من الشكل الأديم أو القائمة الأديمة اللي كان بتظهر بشكل رأسي ذات زوايا حدة على يسار الشاشة أيضا تم إضافة تحسينات على قائمة الإعدادات السريعة بالنسبة لقسم البلوتوس أو عملية اتصال البلوتوس كان في السابق وظيفة البلوتوس فقط هو مجرد زر أو أيقونة بتضغط عليها بتشغل منها البلوتوس ولكن دلوقتي أصبحت عبارة عن قائمة من خلالها بتقدر أنك تتحكم في جميع الأجهزة المتصلة بالبلوتوس أنك تعصر على الأجهزة المتصلة بالبلوتوس أو تتصل بهذه الأجهزة من خلال هذه القائمة دون الحاجة إلى فتح تطبيق الإعدادات بالنسبة لمركز الإشعارات فتم إضافة خاصية جديدة الفوكس سيشن أو جلسة التركيز باستخدام هذه الخاصية أو بتتكامل هذه الخاصية مع تطبيق الساعة تقدر أنك تحدد جلسة التركيز اللي أنت عايزها من خلال هذه الأزرار تقدر أنك تقلل الوقت اللي أنت عايزه لحد خمس دقائق أو بيبدأ من خمس دقائق إلى أي وقت أنت عايزه يكون خاص بجلسة التركيز دي يعني على سبيل المثال لو أنك خليت وقت جلسة التركيز مثلا خمستاشر ديئة ففي هذه الحالة بيتم منع الإشعارات بيتم منع وميد شريط المهام بيتم منع أي شيء ممكن يشتتك أو يقلل من تركيزك فبتحدد الوقت بعد ذلك بتضغط على بمجرد أنك ضغط عليها مباشرة بيفتح معك تطبيق الساعة طبعا لو أنك أول مرة بتفتح التطبيق فبيتم تحديث التطبيق لإضافة الميزات الجديدة بعد ذلك زي ما أنتم شايفين بتظهر معك هذه النافذة المصغرة اللي بتدل عن جلسة التركيز أو زي ما أنتم شايفين كده هذا الشريط بيبدأ فيه التناقص مما يدل على أن فيه جلسة التركيز في الوقت الحالي طبعا طوال فترة جلسة التركيز دي يطم منع الإشعارات هيطم منع وميد الشاشة أي شيء ممكن يشاتتك أو يقلل من تركيزك طبعا تقدر أنك تضغط على هذه الايكون فهيتم إيقاف جلسة التركيز في الوقت الحالي وتقدر بالضغط على هذا الخيار أيضا أنك تبدأ مرة أخرى في جلسة التركيز أو تضغط على هذه الايكون فهيتم تحويلك إلى تطبيق الساعة تقدر أنك تعمل تكامل مع تطبيق سبوتفاي خلال جلسة التركيز دي تقدر تشغل بعض الموسيقى أو بعض مقاطع الصوتية طبعا هنا بيعرض لك الوقت اللي انت حددته لجلسة التركيز وبيبدأ فيه التناقص لحين انتهاء الجلسة دي بترجع مرة أخرى الإشارات أو بترجع كل حاجة إلى حالتها الطبيعية وطبعا تقدر أنك تعمل تكامل مع هذه الخاصية لو في عندك أو بيستدم تطبيق تو دو الخاص بمهام مايكروسوفت تقدر أنك تعمل تكامل معاه أو لو أنك مسجل بحساب مايكروسوفت على تطبيق تو دو بيظهر لك هنا المهام وأثناء جرسة التركيز بيتم عرض لك هذه المهام وطبعا طوال فترة التركيز تقدر أنك تستدم هذا التطبيق بوضع مصغر في شريط المهام أو أنك تستخدمه بوضع النافذة المصغرة على سطح المكتب حتى لو أنك قفلت هذه النافذة فجلسة التركيز بتظل تعمل لحين ما أنها تنتهي بشكل تلقائي وكل شيء برجع إلى حالته الطبيعية أو أنك تقدر أنك تنهيها من خلال مركز الإشارات بيكون في عندك هذا الخيار تقدر أنك تعمل إنهاء لجلسة التركيز وأيضا تم تغيير خاصية الفوكس أسست مساعد التركيز اللي كانت موجودة في وندوس 11 إلى وضع عدم الإزعاج وإضافة هذه الأيكونة اللي من خلالها بتقدر أنك تفاعل وضع عدم الإزعاج بشكل سريع من خلال مركز الإسعارات أو تلغي تفعيله وطبعا نفس الخاصياتين بيأدوا نفس المهام في تقليل تلقي الإشعارات أو في منع الإشعارات أو في تلقي إشعارات من تطبيقات معينة بالنسبة لمستكشف الملفات في هذا التحديث فيحصل على مجموعة من التغيرات ولكن لا يحصل على علامات التبويب اللي كنا استعرضنا على حضراتكم ستضاف علامات التبويب بعد ذلك في التحديثات الربع السنوية للإصدار 22H2 وأصبح بداخلها الكوك أكسز أو تقسمت إلى عدة أقسام الكوك أكسز اللي بتوصل من خلالها إلى ملفاتك الشخصية والريسينت الملفات المستخدمة حديثا وتم إضافة خيار جديد المفضلة اللي تقدر تضيف لها أي مجلدات من داخل مستكشف الملفات من عندك أو أي تطبيقات يعني على سبيل المثال تقدر تضيف فيها أي تطبيقات أو ملفات أو أي شيء موجود عندك على جهاز الكمبيوتر تقدر تضيفه إلى قائمة المفضلة للوصول إليه بشكل أسرع على سبيل المثال تطبيق كروم لو أنك ضغطت عليه كليك يمين فتلاقي عندك أدتو فيفريتس بتضغط عليه مباشرة هتلاقي إن تم إضافة هذا التطبيق في الفيفريتس في قائمة المفضلة بما في ذلك أيضا تم استرجاع خاصية معاينة المجلدات اللي من خلالها بتقدر تحصل على معاينة للمحتوى اللي موجود داخل المجلدات وأيضا بالنسبة للوان درايف فتم إضافة أيكونة للوان درايف بالضغط عليها بتظهر معاك قائمة منبسقة تقدر من خلالها إنك تتحقق من حالة مزامنة الملفات أو الملفات القيد المزامنة ومساحة التخزين الخاصة بالوان درايف ومعرفة المستهلك أو المتبقي منها أو إنك تتحقق من الملفات المحزوفة أو تفتح الوان درايف على الويب أو تفتح إعدادات الوان درايف أيضا تم إضافة اختصار جديد من لوحة المفاتيح لنسخ أي مصار مجلد أو ملف داخل مستكشف الملفات دون الحاجة إلى الضغط إلى كليكي مين لنسخ مصار هذا الملف من خلال هذا الخيار كوبي إزباس تقدر إنك تحدد المجلد بعد ذلك كنترول وشيفت وسي هيتم تحديد مصار هذا المجلد وتقدر إنك تستخدمه في أي مكان محتاج إنك تفتح فيه هذا المصار أيضا في هذا التحديث تحصل مجموعة تخطيط سطح المكتب أو السناب لي أو تعالى تحسينات جديدة وبعض التغيرات في السابق طبعا كنت عشان إنك تعمل تقسيم سطح المكتب إلى عدة أجزاء فكان من خلال المرور على إيقونة التجبير أو التصغير بتظهر معك مجموعة تقسيم سطح المكتب بتختار المكان اللي إنت عايز أو المجموعة اللي إنت عايز تأسم بها سطح المكتب لكن دلوقتي زي ما أنتم شايفين لو إنك مسكت أي تطبيق من خلال الموس أو من خلال الشاشة اللمسية لما إنك بتمسك التطبيق وبتتوجه به إلى سطح المكتب بتظهر معك مجموعة تقسيم سطح المكتب به هذا الشكل بتقدر إنك تحدد المكان أو المجموعة اللي إنت عايز تختارها وتعمل إفلات للتطبيق فيها بعد زيك بتفتح معاك باقي التطبيقات في الجهة المقابلة بتقدر إنك تختار منها التطبيق اللي إنت عايز تضيفه لهذه المجموعة وأيضا من خلال اختصارات لوحة المفاتيح لمجموعة تقسيم سطح المكتب تم إضافة بعض التغيرات الجديدة من خلال مفتاح الويندوز مع حرف الزد بيتم إظهار معاك مجموعة تقسيم سطح المكتب به هذا الشكل وتقسمها إلى أرقام يعني على سبيل المثال لو إنك محتاج المجموعة دي فبيارموز لها بالرقم واحد المجموعة الثانية رقم اتنين كذلك الحال تلاتة وأربعة لو إنك مثلا عايز تحدد المجموعة رقم أربعة فبتضغط على رقم أربعة زي ما أنتم شايفين بعد ذلك بيبتدي أسملك المجموعة دي بيقولك أنت عايز تحطي التطبيق ده بالتحديد في أي مكان فعلى سبيل المثال لو إنك اخترت الرقم رقم واحد فيتم إضافة هذا التطبيق في الرقم ده وفتح باقي التطبيقات في باقي أجزاء المجموعة أيضا في هذا التحديد تحصل قائمة السياق عندما تضغط على سلة المهملات الريسايكل بين من سطح المكتب على التحسينات الجديدة وطريقة عرض جديدة غير الطريقة أو غير قائمة السياق المتعرف عليها اللي موجودة في يوم 11 الإصدار الأول زي ما أنتم شايفين كده بنفس طريقة أو على طريقة قائمة السياق على سطح المكتب دي الوقت يعني عند ضغط كليك مين على سلة المهملات هتعرض معاك قائمة السياق بنفس الطريقة أو بنفس القائمة اللي بتظهر معاك على سطح المكتب بالاضافة الى بعض الايكونات التعبرية الجديدة عن اقسام قائمة السياق الخاصة بالريسايكل بين على عكس القائمة اللي كانت موجودة قبل كده واللي كانت بتكون مبهمة بعض الشيء كذلك الحال عندها الضغط كليكي مين على اي ملف او داخل مستكشف الملفات يحصل رمز الكوبي ورمز الرينيم كذلك الحال البروبيتيز الخصائص على اعادة تصميم او تحسين بعض الشيء رموز مختلفة بحيث انك تقدر تميزه او تتعرف عليه اسناء استخدام هذه الرموز ايضا تم اضافة اختصار مهم جدا لقائمة السياق بيمكنك من عرض قائمة السياق القديمة او كامل محتويات قائمة السياق بالضغط على مفتاح شيف تسميك يمين على اي ملف بيظهر معك كامل قائمة السياق او قائمة السياق القديمة التي تحتوي على كامل خصائص او ادوات قائمة السياق ايضا في هذا التحديث يحصل مدير المهام على تصميم جديد ولغة تصميم جديد تتماشى مع لغة تصميم وندوس حداشر من حيث الالوان الجيدة الزوايا الدائرية والشفافية وداعم الى الوضع المظلم بما في ذلك تم اضافة خاصية جديدة وضع الكفاءة من خلال هذه الخاصية تقدر انك تحدد اي تطبيق بيستهلك الكثير من موارد الجهاز وتقوم بوضعه في وضع الكفاءة اللي بشكل تلقائي هيقوم بالحد من العمليات الكسيرة التي يستخدمها هذا التطبيق في الخلفية وبالتالي هيحسن من اداء هذا التطبيق او هيحد من الاستهلاك العالي لهذا التطبيق من خلال ايقاف العمليات الغير هامة في الخلفية والابقاء فقط على العمليات الهامة. على سبيل المسال لو في عندك shoot من خلال مدير المهام بيستهلك الكثير من موارد جهازك فبالضغط كليك يمين عليه هتلاقي عندك خيار بالضغط عليه هتقدر انك تقوم بوضع هذا التطبيق في وضع الكفاءة وبالتالي زي ما انتم شايفين بيزر ورقة الشجر اللي بلون الاخضر جنب التطبيق مما يدل على ان هذا تطبيق في وضع الكفاءة في الوقت الحالي مع العلم انك مش بتقدر تطبق خاصية على عمليات النظام ولكن تقدر انك تطبقها على اي شيء اخر. ايضا بالنسبة الى الوضع المظلم فلم يتم اضافة خيار منفصل لتطبيق اي سمة معينة على التطبيق ولكن انك تقدر انك تغير سمة النظام او التطبيق بيتكيف على السمة اللي انت بتستخدمها للنظام اذا كانت داركي فبيكون التطبيق في الوضع المظلم واذا كانت لايت فبيتم تحويل التطبيق على الوضع الليت. ايضا فيها زي التحديث تحصل شاشة الكفل على تصميم محدث تصميم جديد لبطاقة تحكم الوسائط من خلال شاشة الكفل عندما تكون تستمع الى بعض المقاطع الصوتية او يكون تطبيق مشغل الوسائط كيد التشغيل فتلاقي ان البطاقة اللي بتظهر على شاشة الكفل تم تصميمها او عادة تصميمها بشكل جديد يتماشى مع لغة تصميم ويندوز حداشر الجديد طبعا تصميم بسيط ولكنه افضل كتير من الشكل القديم اللي كان بيظهر قبل كده. التغير التالي في هذا التحديث هو ميزة مهمة جدا موجهة لتحسين اداء البرامج والالعاب ذات النوافذ بلا حدود تقدر توصل الى الخاصية دي من خلال كليك يمين على سطح المكتب بعد ذلك اعدادات العرض ثم بعد ذلك في الاسفل تبويب جرافيكس هتضغط عليه بعد ذلك هتلاقي عندك هذه الخاصية بتكون معطلة بشكل افتراضي فانك هتفعل هذه الخاصية لان هذه الخاصية مهمة جدا لتحسين اداء الالعاب وتحسين اداء البرامج. اسم الخاصية زي مهم وضح تحسينات الالعاب ذات النوافذ بلا حدود ولكن ايضا يستفاد منها البرامج ذات النوافذ بلا حدود طبعا كنت استعرضت هذه الخاصية بشكل مفصل. الشرح الكامل هيكون موجود اسفل الفيديو ده تقدر انك تطلع عليه لو حابب انك تعرف اكتر عن هذه الخاصية ولكن هذه الخاصية مهمة جدا في تحسين الالعاب والبرامج ذات النوافذ بلا حدود بمعنى ان اي تطبيق او اي لعبة لما انك بتستخدمه بكامل شاشة الكمبيوتر عندك بيستفاد من هذه الخاصية. من خلال استبدال العروض التقديمية القديمة داخل الالعاب بعروض تقديمية احدث وتحسين زمن الانتقال داخل الالعاب وتوصيل الاطارات الى الشاشة بشكل اسرع والتقديم افضل عروض معالجة للرسوميات للالعاب والبرامج بشكل افتراضي وتقليل التقطعات وتأخير الالعاب بما في ذلك منع اي تطبيق في الخلفية من تقاسم موارد الجهاز مع البرنامج او اللعبة اللي انت بتستخدمها في الوقت الحالي ولكن في وضع ملء الشاشة. ايضا في هذا التحديس اصبح بامكانك تعيين سيم مخصص لجميع ادوات الادخال عندك على الويندوز لوحة المفاتيح لوحة الكتابة الصوتية والحفظة ولوحة الايموجي بالتوجه الى الاعدادات قسم البرسوناليزيشن هتنزل هنا الى الاسفل او في منتصف الصفحة هتلاقي عندك هذا الخيار تيكست هتضغط عليه زي ما انتم شايفين من خلال هذه السيمات تقدر انك تختار سيم واحد وهيتم تطبيقه على جميع ادوات الادخال عندك. يعني على سبيل المسال لو اننا اخترنا هذا السيم بعد ذلك مسلا فتحنا الكيبورد فطبعا هتلاقي ان تم تطبيق السيم ده على الكيبورد. كذلك الحال لو انك فتحت لوحة الايموجي هتلاقي نفس هذا السيم على الايموجي. كذلك الحال لوحة الكتابة الصوتية تم تطبيق عليها نفس السيم. وكذلك الحال الحافظة كان في السابق السيم ده بس بيتم تطبيقه على الكيبورد ولكن في هذا الاصدار اتنين وعشرين اتش اتنين بيتم تطبيق نفس السيم اللي انت هتختاره على جميع ادوات الادخال على الويندوز. ايضا في هذا التحديث تم اضافة ميزة لايف كابشنز التسميات التوضيحية. ودي ميزة مهمة جدا لمساعدة ضعاف السمع على متابعة المحادثات المباشرة على رؤية اي صوت من خلال نسخ هذا الصوت الى كلام او تحويله الى كلام من اي مصدر. اي صوت منطوق من اي مصدر بيتم نسخه وتحويله الى كلام يمكن رؤيته. لا تحتاج هذه الميزة اي اتصال انترنت نشط. تحتاج فقط في المرة الاولى للاعداد تنزيل حزمة ميزات جديدة. ولكن هذه الميزة في الوقت الحالي لا تدعم غير اللغة الانجليزية في الوقت الحالي. لكنها بعد كده هيضاف لها العديد من اللغات. للوصول الى هذه الخاصية من خلال قائمة الاعدادات السريعة الاكسسابلتي امكانية الوسوط. بعد ذلك هتلاقي عندك هذا الخيار لايف كابشنز. بتضغط عليه او هو يكون بشكل افتراضي على اوف فهتضغط عليه هيكون تم تفعيل كده الخاصية. زي ما انتم شايفين كده للمرة الاولى فقط هتحتاج تنزيل حزمة الميزات. فهتضغط على وهتنتظر عدة ثانية بسيطة الحين اكتمال عملية التحديث او تحميل الحزمة. بعد ذلك يمكنك استخدام الخاصية. وزي ما قلت لحضاتكم لا تدعم غير اللغة الانجليزية في الوقت الحالي. بعد الانتاء من تنزيل الحزمة هتلاقي ان الحزمة اصبحت جهزة معك. من خلال زر الاعدادات دي بيكون في عندك بعض الخيارات. الخيار الاول تقدر تحرك بهذه النفذة في اي مكان عندك على الشاشة. على سبيل المثال تقدر تخليها في الاسفل. او على سبيل المثال تقدر انك تخليها عائمة معك في اي مكان على سطح المكتب. بعد ذلك اي صوت منطوق هيتم تحويله او نسخه في هذه النفذة الى كلام. على سبيل المثال هذا الفيديو. وطبعا بيمكنك توسعة هذه النفذة بالطول او بالعرض للاطلاع على عدد سطور اكتر اثناء المحادثة او اثناء سماع الصوت. ومن خلال الاعدادات لما انك بتضغط على زر الاعدادات. فبيكون في عند قيار ده من خلاله تقدر الخيار الاول انك تعمل للالفاظ النابية. الالفاظ الخارجة اللي بتكون مضمنة في بعض الفيديوهات. والخيار التاني لو انك عايز تعمل تضمين للميكروفون اثناء المحادثة. وفي الاخير طبعا بيكون في عندك خيار لو انك محتاج انك تغير الخاص بالنافذة او طريقة عرض الكلام على النافذة. زي ما انتم شايفين من خلال هذا الخيار بتقدر انك تختار اي اسطيل معين ممكن يتناسب معك يتم عرضه على النافذة اثناء نسخ الصوت الى كلام. وفي الاخير طبعا تقدر تخرج الى النافذة من خلال الضغط على مفتاح اكس. ولو انك عايز تفعلها مرة اخرى. فبيكون من خلال قائمة الاعدادات السريعة بنفس الكيفية الاكسيسابيلتي. ثم وبتم تفعيل الخاصية. ايضا في عزة التحديث تم اضافة خاصية لتجديد او تغيير خلفيات سطح المكتب عندك بشكل يومي وشكل متجدد. من خلال الضغط كليك يمين على سطح المكتب. ثم بعد ذلك بارسوناليز. ثم باكجراوند. هتلاقي عندك هنا في خيارة لو انك ضغط على هذا التبويب هتلاقي ازبوت لايت. لو انك ضغط عليها هتنتظر عدة ثواني بسيطة الحين ما يتم تكامل الخاصية. والبدء في تغيير خلفيات سطح المكتب. طبعا لما انك بتفعيل الخاصية للمرة الاولى فبتنتظر بعض الدقيق لحين ما تتكامل الخاصية. بعد ذلك هيكون بامكانك التبديل ما بين الخلفيات او تغييرها بشكل متجدد او بشكل يدوي. ولكن هي الخلفية بشكل تلقائي هيتم تغييرها. من خلال الضغط على هذا الخيار سويتش تو نيكست بكتشر فهيتم تغيير الخلفية الى الخلفية التالية. مع العلم ان هذه الخاصية بتتضمن خمس خلفيات بيتم تغييرهم بشكل متجدد. طبعا لو ان عجبتك اي خلفية وعايز يتم تزويدك بهذه الخلفيات بشكل دوري فمن خلال الضغط كليك يمين على الايكونة. بعد ذلك بتضغط على لايك زيس بيكتشر فهيتم تضمين الخلفيات او هذا النوع من الخلفيات فيه كل مرة تتجدد فيه الخلفيات. ايضا فيه عزة التحديث تم اضافة ميزة الوصول الصوتي اللي بتمكنك من التحكم الصوتي في جهاز الكمبيوتر فتح التطبيقات فتح الاعدادات والتبديل ما بينها فتح المتصفحات وكتابة الامالات وغيره. ايضا هذه الميزة لا تحتاج الى اتصال انترنت بعد عملية الاعداد الاولى ولا تدعم غير اللغة الانجليزية في الوقت الحالي وتحتاج الى ان يكون متصل بجهاز الكمبيوتر للوصول الى هذه الخاصية من خلال الاعدادات بعد ذلك ثم بعد ذلك هتنزل الاسفل عن زهز الخار هتضغط عليه وهتلاقي الفويس اكسز موجودة طبعا لو انك محتاج الى هذه الخاصية فممكن تفعلها ولكن لو انك مش محتاج الى هذه الخاصية ما تفعلهاش لانه طبعا ما فيش داعي الى تفعيل ميزات على جهاز الكمبيوتر وانت ما بتستخدمهاش بعد ذلك هتضغط على الايكونة دي او على هذا المفتاح فيتم تفعيل الخاصية طبعا عنده تشغيل الخاصية في المرة الاولى فبتحتاج الى عملية اعداد بسيطة هتضغط على هذا الخيار للبدء في عملية اعداد الميزة ولكن طبعا قد تحتاج في بعض الاحيان لو ان حزمة اللغات مش ممكنة عندك او مش مضافة فقد تجد هنا خيار بحيث ان يتم تحميل حزمة اللغات فهتبدأ في عملية الاعداد لو ان في عندك عدة ميكروفونات موصلة تقدر انك تتبدل ما بينهم بعد ذلك هتضغط على هذه الايكونة بعد ذلك done وبكده يكون قد تم الانتهاء من اعداد الخاصية طبعا زي ما انتم شايفين بتكون في عندك الايكونة دي ايكونة الميكروفون لما انك هتبدأ في استخدام الخاصية يجب انك تضغط على ايكونة الميكروفون دي بحيث انك تبدأ تتحكم في الجهاز عندك من خلال الصوت يعني على سبيل المسال لو اننا ضغطنا على الميكروفون ايضا بامكانك التبديل ما بين اي تطبيقات موجودة عندك على سطح المكتب يعني على سبيل المسال طبعا زي ما انتم شايفين بما ان في عندي صفحتين مفتوحين من فطلبت مني الخاصية ان احدد اي اي بالزبط انا واي صفحة محتاج اني افتحها كذلك الحال هزي الارقام هتظهر معك داخل اي تطبيق بحيث انك تقدر تحدد الخيار بالزبط اللي انت محتاجه داخل هذا التطبيق وده كان شرح مبسط لخاصية من خلال الاعدادات دي بيكون في عندك بعض الخيارات الخيار الاول انك تحدد مايكروفون ما معين انك هتستخدمه بعد ذلك خيار الاول لتضمين او لتشغيل علامات التركيم التلقائية وطبعا الخيار ده مهم جدا عشان تظهر معك الارقام داخل التطبيقات وبالتالي تقدر تتحكم في اجزاء مختلفة داخل التطبيق والخيار التاني لتصفيت اي الفاظ نابية او الالفاظ الخارجة والخيار التالت لو انك عايز تمكن هذه الخاصية يتم تشغيلها بشكل تلقائي عند فتح الكمبيوتر وطبعا هذا الخيار لاغلاق الخاصية طبعا بعد التمكين الخاصية اتلاقي ان تم اضافة ايكونة خاصة بهذه الخاصية زي ما انتم شايفين كده تقدر ان تضيف هذه الايكونة او تثبتها على قائمة او تثبتها على شريط المهام التغير التالي في هذه التحديث ان تم اضافة خاصية جديدة بتمكنك من معرفة سجل التطبيقات لإدارة توصل الى الموقع عندك او الكاميرا او المايكروفون او سجل المكالمات او لقطات الشاشة وما الى ذلك تقدر توصل الى الخاصية دي من خلال الاعدادات بعد ذلك بعد ذلك بعد ذلك لو انك توجهت هنا الى الموقع او الكاميرا او اوoys او جهات الاتصال او المكالمات او لقطات الشاشة في هذه الاقسام لو انك ضغطت على اي منهم هتلاقي زي منتم شايفين في الاسفل تم اضافة خاصية جديدة لسنت اكتيفتي بالضغط على هذا القسم زي ما انتم شايفين هتلاحظ ان فيه تطبيقات وهذه التطبيقات اللي قدرت توصل الى الموقع عندك او الكاميرا او المايكروفون وطبعا ده يكون امر مهم جدا لان من خلاله هتقدر تعرف ايه التطبيقات لقدرت تستخدم الكاميرا او توصل ايه المايكروفون او تستخدم موقعك او تطلع على جهات الاتصال لان فيه تطبيقات قد تكون ضرة او تطبيقات اخرى ممكن في الخلفية تقدر توصل الى هذه الاجهزة المهمة فمهم جدا هذا القسم الجديد اللي تم اضافته لان من خلاله تقدر تطلع على سجل كامل لكل التطبيقات اللي قدرت توصل الى هذه العناصر الحساسة عندك على الجهاز وفي حال اشتباك بأي تطبيق واخد اذن مثلا بالوصول الى الموقع تقدر من خلال هذا القسم انك تلغي الازن لهذا التطبيق من الوصول الى هذا القسم التغير التالي في هذا التحديث انه تم اضافة خاصية جديدة في برنامج الحماية الويندوز سيكورتي في القسم اب اند براوز كنترول بتضغط عليه هتلاقي تم اضافة خاصية سمارت ااب كنترول بتضغط على هذا الرابط سمارت ااب كنترول سيتنج هتلاقي خصائص الخاصية طبعا الخاصية دي بتكون معطلة بشكل التلقائي لو انك ركيت الى ويندوز 11-12-22H2 او حدست الى ويندوز 11-12-22H2 لن يتم عمل الخاصية دي غير بعد التثبيت النظيف يجب ان تعمل هذه الخاصية قبل تثبيت التطبيقات وليس بعدها ولذلك شرط من شروط هذه الخاصية حتى تعمل بكفاءة انك تثبت ويندوز 11-12-22H2 كتثبيت جديد وظيفة هذه الخاصية حظر التطبيقات المشتبه بها والغير موصوقة والغير موقعة او الغير معروف مصدرها وملفات البرامج النصية ووحدات المكرو الضرة من التشغيل او من تنفيذ اي تعليمات برمجية من خلال التنبؤ في الوقت الفعلي بمثل هذه التطبيقات وحذرها قبل ان تكون بتنفيذ اي تعليمات برمجية ضرة قد تضر بجهازك او تضر بامانك ولكن زي ما قلت لحضراتكم يجب ان الخاصية تكون على هذا الخيار هذا الخيار اللي في المنتصف بعد ذلك مش مطلوب منك اي شيء هي الخاصية بشكل تلقائي بعد التثبيت الجديد بيتم تفعيلها بشكل تلقائي وبتعمل بشكل تلقائي الطائر التالي في هذا التحديث في قائمة سياق قائمة ابدأ تم اضافة خيار جديد انستولد ابس التطبيقات المثبتة بالضغط عليه مباشرة بيوجهك الى صفحة في تطبيق الاعدادات لكل التطبيقات والبرامج المثبتة عندك على الجهاز لو انك عايز انك تتعامل مع اي منهم لازالة التطبيق او للدخول الى الاعدادات المتقدمة الخاصة بهذا التطبيق وايضا زي ما انتم شايفين الصفحة دي تم تحديثها او تم تحسينها واضافة تلات خيارات عرض جديدة لها هذه الصفحة لتحسين عملية عرض التطبيقات بما في ذلك ايضا في الكنترول بنل لوحة التحكم تم ازالة خيار الغاء تحديثات الويندوز من الكنترول بنل يعني لو انك ضغط على الكنترول بنل كان في السابق تقدر انك تعمل الغاء من خلال كان من هنا زي ما انتم شايفين بتقدر انك تلغي البرامج المثبتة كذلك الحال بيوانستولد ابضيط التحديثات المثبتة بالضغط عليه كان مفروض بيفتح ليك صفحة داخل الكنترول بنل ولكن تم نقل هذا الاعداد او هذا الخيار الى صفحة داخل تطبيق الاعدادات خاصة فقط بتحديثات الويندوز للتعامل معها لو ان في اي تحديث سبب ليك مشكلات ومحتاج انك تعمل له ان انستول الغاء تثبيت ايضا في هذا التحديث تم اضافة تحسين للوحة الايموجي واضافة سبعة وتلاتين رمز ايموجي جديد وايضا اضافة القدرة على تغيير بعض الايموجي او تخصيصه من خلال تغيير لون البشرة اختيار افراد العائلة والتصافح وغيره رموز التعبرية اللي هتكون قابلة للتخصيص لو انك بتتصفح لوحة الايموجي فزي ما انتم شايفين هتلاقي ان رمز الايموجي اللي يمكن تخصيصه بدواره نقطة يعني على سبيل المثال بالنسبة للتصافح بعد ذلك بتضغط على ايكونة من هنا تقدر تختار لون البشرة لكل الشخصيين انه يكون لون موحد او تقدر تختار زي ما انتم شايفين كده لون واحد لشخص والاخر يكون بلون مختلف كذلك الحال بالنسبة مسلا لافراد العائلة فزي ما انتم شايفين ايضا بنفسي الكيفية تقدر انك تخصصها تختار التبديل ما بينهم او تختار الوان البشرة ايضا في هذا التحديث فتم اضافة تطبيق جديد الكليب كبرنامج محرر فيديو افتراضي للويندوز حداشر اتنين وعشر اتش اتنين بيمكنك من عمل عملية تحرير على الفيديو ببساطة مع التمتع بالعديد من خصائص برامج تحرير الفيديو تقطيع الفيديو اضافة تأثيرات وانتقالات تسجيل شاشة الكمبيوتر صوت وصورة ومايكروفون وبيمكنك من عمل الاخراج للفيديو بدقة الف وتمانين بشكل مجاني طبعا ان شاء الله نقوم بقى نخصص حلقة لشرح هذا التطبيق بشكل مفصل وبكده نكون استعرضنا على حضراتكم بنسبة كبيرة جدا جميع التغيرات والاضافات والميزات الجديده المضافة لاصدار اتنين وعشرين اتش اتنين ولو في اي من الميزات المهمة تم اكتشافها او لم نستعرضها في هذا الفيديو ان شاء الله نقوم بقى نعمل ليها شرح مخصص بس كده حضراتكم هو ده كل ما في الامر نتمنى نكون افدناكم بهذا الشرح وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته